جميلة، مفراغ الأشراك، كيف حالك؟ كيف حالك؟ صعيب بزاف، صعيب. عمرو ما غاد يرجع كي مكان. هاد الشي طول فيه بزاف، و عاد كيبكي بزاف، عمرو ما كان كيبكي. عاد مقلق، عاد كيسبني، كيسب خوك، ما متحملش هاد المرض. هاد الشي بزاف علينا. سياد الزرق كيهش ياماته الأخيرة. المرض هدموا وحطموا جسديين ومعنويين. وبسبب الموت المنتظر واللاسعيب، تحول من رجل حنين وضريف لشخص انفعالي وضغياء كيغضب. ولا كينزل عليه الخوف، حزين بزاف، أو كيسب بالناس اللي قراب منه. هاد الشي صعيب بزاف، ما نقدرش نرجع رجلي كمكان. ما عمرو كان هكا، ولي بكي بزاف، ما عمرو كان كيبكي، كيغضب، كيسب، ولدو حاميد، وهاد الشي ما عمرو دارو من قبل. طبيب قال لينا، ما خصناش نديو عليه. لأنه صعيب عليه الحال، بزاف بش يعرف بأنه غادي يموت. هاد الشي علاش كي يتصرف بهاد الشكل. ما عنا ما نديرو. المرة اللي فاتت كنت هنا مع أولادي، وهو ينوضع له ذاك الشي، اللي بكاه، سبان، غضبان، يا لاطيف، تخلعوه، لأنهم ما كانوش يعرفو جدهم بهاد الحالة. من بعد حاولت نشرح ليهم، باللي جدهم كيدير هاد الشي بسبب المرض اللي عندو، ولكن واش فهمو؟ لكن اللي بقى فيها هو أنهم غيبقاوا محافظين بصورة على جدهم أنه رجل صعيب. خير، في حين أناو كان دايما ضريف جد حنين بزاف. مع عم مري ما كنت كنظن باللي الموت كتحطم الأمال حتى لهذا الدرجة. وباللي المرض كيحطم الإنسان حتى لهذا الدرجة. أنا كنت كنشوف ببا إنسان قوي وعندو هيبة كبيرة. عزيز علي هيضحك ويعون الناس. ما إما دابا راح تحطم جسميا ونفسيا. يمكن غريب باش نقول هاد الشي. لكن منين ولا في هاد الحالة ما بغيتش يزوروا شي واحد عاد. ولا يقول حوائيش اللي يحشم يسمحهم الواحد. أمو يمسكينا ولا تفي موقع صعيب بزاف. ملكة تقدر عليك شي حاجة ما عندك منها هروب. ما نقدرون غيروا والو. دوز معها حياتهم زيانة. وده بخصني نودعو. ما عندنا ما نديرو. هاد الشي اللي قدر الله علينا. إلا تقبلنا الولادة خصنا حتى الموت نتقبلوها. هاد الشي القسم الله. غادي يموت وخلع عمر ديالو باقي صغير. طريقة باش غادي يموت. ما كراتش تكون طريقة عادية. علاج بهات الطريقة. كنت مازال بغيت نتكلم معاه على الحواج اللي كي هموا الحياة ديالي. ويني دابا. ما يمكنش. وبا غادي يموت. هاد قدر الله.